اشتركوا في القناة يعني انطي سرعة جهازك حت له جهازك كل شتان اوكي وايضا جبت لكم طريقة هواي من لزقات طلبوها شنو نقدر اغير الخط ما الجهازي الى اي خط مثلا كوفي نجفي او اي خط اخر نبدأ بالشرح شباب بالنسبة لهذا اللانشار بيهواي مميزات حلوة منها تقدر تخفي اي تطبيق منها تنطي على هذا الخيار تنطي على هذا الزاهد شبابا البرنامج ما للتصوير شوية قوي فرأستنا يسجل خروج هسا من اوكي تدخل على هاي العين شباب وبعدها تدخل على هذا الزاهد راح يطلع لك البرامج تختار البرنامج اللي تحب تخفيه بعدها هم ترجع على العين اذا تحب يظهر تنطع عليه وتدخل النمط اللي خليته وراح طلع لك البرامج اللي خفيتهم بعد منا على الاعدادات على سطح المكتب وتمرور السبعة كليا فوق تنطع على هذا الخيار هاي الخيارات اللي تلعبون بها ماشي عندك هذا الخيار مننا اذا تحب تخلي الصورة على سطح المكتب تختار صورة تنطع على الخيار الثاني حاولك على السوديو بعد هاي منا الصورة اللي تظهر عندك بالقائمة الرئيسية بعد هذا انه اللي اتوصلون هنوال اشقدة تحبي ظهرا عندك برامج على القائمة الرئيسية ستتم مثل ما شوفون اي خيارة تخليه خلوه نفسي ماشي نفس اي الخيارات اللي موجودة عندكم ظاهرا لان بيه واي شغلات ما احبه طول عليكم بالشرح واللي واجه صعوبة ويحتاج شي خليه يكتبل بالتعليق بعد هذا نعفوه هاي شباب الخيار اذا تنطع علي يصير عندك شريط على سطح المكتب نفس هاي الصورة ماشي بعد هسه نجي شباب الشون تقدر تغير الخط مال جهازك الى اي خط تحب طريقة تحتاج منك اذا البرنامج مجرد بس تنزله فونتو حميد وانا اوان صرت صديقتي ذيب عجيب ها شباب عذية شباب الطريقة تحتاج منك هذي البرنامج اذا حبيت تغير الخط مال اللانشر طبعا البرنامج حبايب قلبي البرنامج هو بانه تختار صورة منها من الستوديو وتكتب على الصورة باي خط تحب ماشي تحب انت تكتب على الصور ما تحب بس المهمة تنزله لان يحتوى على الخطوط العربية بصورة عامة بعد ما تنزله شباب تروح على اللانشر تنطع على هذا الخيار شباب تنزله جوه على هاي الاي اي بعدها تنزله جوه شباب قبل لا تدخل على الخط ادخل على هذا الخيار تنطع عليه وتنطع اوكي نسحنا شباب ما رح تخليه كمرة رح تنطع على هذا الخيار عموما بعد ما تنطع على هذا الخيار تجيه على هذا الخيار اوكي راح يطلع لك الخطوط وتختار الخط اللي يجبك. ماشي? تنطع لي. رأسة راح يتحول الخط مثل ما تشوفون. وبنفس الطريقة شوف اي خط تحب تختاره عادي. وقلت لكم اللي يواجه صعوبة باللان شرع او يحتاج شي خليك تبلي بالتعليق. الرابط راح تكون بالشرح اه بسحب الشرح. اسفل الفيديو. ودعم القناة شباب بلايك واشتراك. وانتظرونا بشروحة القادمة. ان شاء الله راح تكون اكثر فائدة. اخوكم علي الفيد. باي. ما صار الخط? طبعا نخلى هذا الخط لانه احلى خط. يلا شباب بشوفكم بالشرح القادمة.